اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد بوريف سورين لونديج وزير خارجية منغوليا الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة وقد رحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بوزير خارجية منغوليا والتي تعد زيارته هي الأولى على مستوى وزراء الخارجية بين البلدين واستعرض ما عليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولية البلدين وتطوير التنسيق بينهما في المحافل الدولية وقد نقل وزير خارجية منغوليا تحيات فخامة الرئيس البشدوريج تشياجين رئيس منغوليا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله معربا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الخارجية وعن تطلع بلاده للمزيد من التعاون مع مملكة البحرين وفتح أفاق جديدة للعلاقات الثنائية المشتركة بما يعود بالنفع على الجانبين من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة ترحيب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة بزيارة وزير خارجية منغوليا معربا معاليه عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين الجانبين بما في ذلك القطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة مع تواجد الفرص المتاحة لدى كل من البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر